عودة الاستقرار على الطقس وأيام مناسبة للخروج في رحلات تفاصيل بعد قليل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن عادة الأجوال للاستقرار يوم الأحد بعدما تأثرنا بمنخفة جو من الدرجة الثانية خلال عطلة نهاية الأسبوع الاستقرار هذا كان عبارة عن انتشار لكمية قليلة من الغيوم منخفضة وارتفاع على درجات الحرارة نبدأ نشاطنا باستعراض هذه الخرارة لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة خلال بداية الأسبوع وحتى منتصف الأسبوع يوم الأحد ترتفع قليلا درجات الحرارة المقارنة بالأيام الماضية لكن تبقى أقل بقليل من معدلاتهم مثل هذا الوقت من العام مع سيادة لأجواء مستقرة بشكل عام يوم الاثنين المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتهم مثل هذا الوقت من العام بالتزامن مع أجواء مستقرة وبالتالي ستكون الأجواء نوعا ما مناسبة للخروج في رحلات في المناطق الجبلية لكن ستكون مناسبة بشكل ممتاز في مناطق الأغوار البحر الميت وأيضا العقبة يوم الثلاثاء المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة تصبح الأجواء مناسبة للخروج وممارسة كل النشاطات الخارجية خلال ساعة نهار يوم الثلاثاء مع الارتفاع على درجات الحرارة التي تكون أعلى بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام مع سيادة لأجواء مستقرة في عموم المناطق التوقع التجوية للعاصمة عاما خلال هذه الليلة تسود أجواء غائمة جزئيا مع ست درجات مئوية حرارة مقاصة المحسوسة ستة أيضا الرطوبة مرتفعة والرياح تكون غربية خفيفة السرعة بالنسبة للتوقع التجوية للثلاث أيام القادمة يوم الاثنين أجواء مستقرة 14 إلى 8 يوم الثلاثاء ارتفاع على درجات الحرارة مع أجواء غائمة جزئيا 17 إلى 10 يوم الأربعة خلال ساعة النهار أجواء غائمة جزئيا مع 17 درجة مئوية لكن خلال ساعة الليل تبدأ المملكة تتأثر بكتلة هوائية باردة تنخف الدرجات الحرارة وتصبح على فرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار التوقعات الجوية لباقي المدن الأردنية اليوم الاثنين نبدأها من المنطقة الشمالية أجواء مستقرة وارتفاعات على درجات الحرارة المفرق 18 إلى 9 اربط 17 إلى 10 عجلون 17 إلى 9 وجارة 17 إلى 10 درجات مئوية ما تفرق البعض الويوم المنطقة الوسطى الزرقاء 18 إلى 10 البلقاء 15 إلى 8 عمان 14 إلى 8 مأدب 16 إلى 9 البحرمية 23 إلى 15 درجة مئوية المنطقة الجنوبية الكرك 15 إلى 9 الطفيلة 13 إلى 7 الشوبك 12 إلى 6 معان 20 إلى 8 العقبة 24 إلى 17 درجة مئوية نختم نشراتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الشرقية الأزرق 21 إلى 9 الصفاوي 20 إلى 9 وارويش التفرق لبعض الغيوم 22 إلى 8 درجات مئوية إلى هنا تنتين نشراتنا للقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريدج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة